في ساعات قليلة تحولت السليمانية إحدى مدن إقليم كردستان الموسومة بالاستقرار والهدوء إلى عاصفة من الاحتجاجات المظاهرات التي شارك فيها الطلبة من الإقليم احتجاجا على الوضع الاقتصادي سيم المطالبة بأعادة دفع مخصصات شهرية ما بين 40 إلى 66 دولارا كانت تمنح للطلبة قبل عام 2014 لكنها توقفت منذ ذلك الحين بفعل الأزمة المالية المظاهرات التي أشعلت فتيلة مخاوف تمددها في محافظات أخرى في الإقليم تحولت إلى مواجهات بين محتجين وعناصر من القوات الأمنية والتي عبر عنها مشاركون في تفعيل وسم السليمانية تقمع على منصات التواصل الاجتماعي الصورة الأكثر ترويعا عند تفاقم المواجهات التي نجمت عنها إصابات في صفوف متظاهرين وقوات أمنية تخلى لها إدرام النيران في مكاتب أحزاب ومؤسسات تابعة للدولة التظاهر حمل رسائل شبابية طلب المحتجون من خلالها تغيير تركيبة العملية السياسية ما جعل الصورة شبيهة بما يجري في محافظات العراق ما بعد أن تبادل المحتجون في الجنوب والعاصمة وكردستان ذات الرسائل المشتركة التي تحث الدولة على الاستجابة للتغيير والإصلاح ومع تصاعد أزمة التظاهرات تنتظر الوجوه المشاركة في الأحداث الأخيرة في السليمانية حلولا عجلة من حكومة الإقليم وإغلاق ملف الأزمة المالية عند الطلبة والظروف الاقتصادية التي يشارك العراقيون في عموم البلاد بأضرارها التي تجعل من الحياة صعبة على العراقيين في صناعة مستقبل آمن ومطمئن لهم وللأجيال القادمة